اهلا بكم في الحلقة الماضية تحدثنا عن نقش قبة صخرة وعرفنا أن كلمة محمد تعني مبارك وممجد ولا تعني نبي عربي اسمه محمد لأن السياق لا يسعف هذا الطرح والمبارك الممجد الآتي باسم الرب هو المسيح ابن مريم في كل نص قبة صخرة نجد هذا التناسق بين الكلمات يتحدث عن موضوع واحد وهو إشكالية شخصية المسيح التي كانت ولا زالت موضوع نقاش بين الطوائف النصرانية والمسيحية وكذلك بين العقائد الأخرى كاليهودية والإسلام الغريب أننا نجد معظم هذه المقاطع نقش قبة الصخرة وتناطرة في صور القرآن لو أخذنا على سبيل المثال جهة الجنوب الشرقي من القبة نجد مقطع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نجده في صورة الأحزاب الآية 56 بينما مقطع جهة الشرق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلى آخره موجودة في صورة النساء الآية 171 وهكذا نجد مقطع من صورة مريم العمران والأحزاب والنساء إلى آخره في حين النقش يتحدث عن موضوع واحد متناسق فعبارة محمد عبد الله ورسوله لا توجد في القرآن رغم وجود كلمة محمد أربع مرات كما سبق وقلنا في القرآن في صورة آل عمران 144 الأحزاب 40 الفتح 29 وأخيرا محمد 2 لو أخذنا آل عمران 144 وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسول إلى آخره نقارنها بالآية 75 من صورة المائدة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول إلى آخره طيب نكمل آية آل عمران أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم السؤال مطروح من هو الشخص الذي اختلف الناس في موته هل هو نبي العرب أم المسيح الجواب موجود في الآية 157 من صورة النساء وقولهم أي اليهود إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم هنا القتل بالنسبة للقرآن على لسان اليهود وفي إنجيل يوحنى يفيد موت المسيح حيث جاء في الإصحاح 19 آية 33 وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات أما بالنسبة للإسلام شبه لهم قتله قتله وصلبه وموته إذن الحديث في آية آل عمران تعني المسيح أما ما يسمى بأسباب النزول وقصة موت الرسول في معركة أحد لا تقف على أرضية صلبة من الناحية التاريخية ولا من حبكات القصة نفسها خاصة أنها كتبت بعد أكثر من قرن ونصف على مرور الحدث نرجع لباقي الآيات التي تحمل كلمة محمد الأحزاب 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذه الآية وضعت في هذه الصورة رغم سيغة الماضي ما كان لتعزيز قصة زيد بن الحارثة وتطليق زوجته لصالح سيده وقائده ومعلمه رغم أن كلمة زيد لا تعني بالضرورة أحد أسماء أو أحد اسمه زيد بن الحارثة فكلمتي زيد وعمر تفيدان التعميم بالمعنى أي شخص نعود للآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والمسيح نفسه حسب إنجيل متة حذر تلاميذه من أن يدعو أحدهم أبوهم أدعياء كما جاء في آية 37 من الأحزاب يقول إنجيل متة الإصحاح 23 ولا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات إذن يا زيد ويا عمر لا تدعو لك أبا على الأرض غير أباك الأرض الحقيقي وأباك السماوي أما خاتم النبيين ليس بالضرورة معناه آخر الأنبياء وخاصة في ظل ظهور أنبياء كذبة من حين لآخر فخاتم النبيين إشارة لصفر الرؤية ليحنى اللهوتي يتحدث عن يوم الدينونة يوم القيامة ففي الإصحاح السابع الآية 2 ختم الله الحي الذي يختم به 144 ألف من أصباط بني إسرائيل في الآيات من 4 إلى 8 وجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم واقفين أمام الخروف بين قوسين الضحية يسوع المسيح يصرخون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف الخروف كما قلنا رمز للسيد المسيح الآية 10 فالمسيح بحسب هذا الإصحاح يختم الأنبياء والمؤمنين به ليضمن لهم الخلاص الأبدي هذا الخاتم موجود على جباههم حيث جاء في الإصحاح 14 يتحدث عن الخروف كرمز للمسيح كما قلنا ثم ندرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعهم 144 ألفا لهم اسم أبيهم لاحظوا كلمة أبيهم فمكتوبا على جباههم هذا هو الطابع فهؤلاء المختومين يأمرهم ملاك في الآية 7 بالسجود قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته وسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه وهذا يحيلنا لكلمة محمد في صورة الفتح الآية 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماههم في وجوههم من أطر السجود ذلك مثلهم انتبهونا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وأطار السجود ليس معناه الزبيبة على جباه بعض المصلين والدليل أن النساء لا يوجد عندهن زبيبة أو دينار الصلاة ولا عند بعض المصلين الذين يصهرون على نظافة المكان الذين يصلون فيه فالزبيبة هي في الحقيقة مرض جلدي أو حساسية تنتج عن تكاتر أشكال جرثومية على الجلد بحسب الأوساخ الموجودة أو بسبب الأوساخ الموجودة في السجاد ولا علاقة لها بآخر آية في صورة الفتح المواصل الموضوع وفهم والذين معه أشداء على الكفار كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر